معانا على التليفون دكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية أهلا بيك دكتور أهلا بيك أستاذ يوسف إزاي صحتك وطمننا على صحة الأستاذ سمير الحمد لله تمام صحة أستاذ سمير ماشي إزاي دلوقتي الوضع الحالي كويس الحمد لله أنا كنت عنده النهاردة مع نوياته عالية جدا بعد يعني السابت ريوس عن مستوجات السابت ريوس يعني يوجهها لدكتور خالد عبد غفار برعاية الفنان وستفسه بعلاجه كل الحاجات اللي رفعت مع نوياته لأنه هو التخدير الحكام الشيكية فلود خالد طبعا هي احتاجت تخدير كبير من القيادة السياسية والقامة الرئيسة الفتاة السياسية ده الفنان المصري والفنان المصري والقون الأمان ده مما لا شك فيه وبعدين طيب يعني نقدر نقول أن الحالة ذاهبة إلى استقرار صحيا نعارف أنه المفروض أنه يقوم بعمليات في يعني في عمليات هتتعمل والوضع الصحي ما كانش جيد لا الحمد لله وأحنا تنتظر بش الفريق التبي يحدد موعد العملية لكن الأمور الحمد لله كويسة وحالته كويسة وعنوياته كويسة جدا طب دكتور أشرف هل أستاذ سمير صبري وصلوا كم المحبة بتاعت الناس يعني كم الحديث اللي حاولوا في البرامج وفي الصحف وفي المواقع الناس حتى بتبعت على صفحات الفيسبوك بتاعت كل البرامج تقريبا بتطلب الإطمئنان على صحته ده بيوصلوا؟ أه وصلوا تماما وإحنا بلغناه والمجموعة اللي حواليه برضو بلغته وعايز أقول لك يعني أنا النعاردة لما رحتله دخلتله الدقيقة وقعدت برة لأن طبعا إسجارات كتير طبعا الأسرة الفنية ما شاء الله يعني عمين جدوى لإحنا بلا تناوب يعني أنا ما شفتش ده بكده الحقيقة لأنه هو الحقيقة ما سابش حد الواحده أبدا يعني آه هو مجامل جدا 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 ربنا يشفيه وقالنا بالسلامة يا رب يا رب أشكرك جدا دكتور كل شكر لك دكتور أشرف زكي النقيب المهن التمثلية هرجعك لأستاذ سمير صبري لأ تعالوا نجيب صورته تاني علشان أنا عايز أقولك على حاجة لطيفة جدا يعني فين صورة أستاذ سمير؟ حطوانا هنا يا جماعة دي حاجة تفرح أن احنا نشوف صورته خليني هبدأ الأول معاك بأنه هذا الرجل بشكل أو بآخر سواء إذا كان بالقفيل أشهر واحد صاحبي ما تعرفوش سواء إذا كان بأغاني وسكتشهات وتبلوهات غنائية واستعراضية سواء إذا كان بعشرات الأفلام اللي كانت إما من بطولته أو بمشاركته في البطولة أو بمشاركته حتى ولو بظهور هادئ في بعض الأحوال في أعمال سينمائية وفي أعمال تلفزيونية مهمة جدا شارك في صناعة وجدان أجيال وليس جيل ولا اتنين ولا تلاتة طول عمري كانت علاقتي بالأستاذ سمير صبري زي زي كل الناس ما شوفوا في التلفزيون ما شوفوا في فيلم سينما السلام عليكم لحد ما قابلته تقريبا سنة 2007 في محطتنا الإذاعية نجومة في أم وكان الأستاذ سمير صبري وهنا أنا بدي لك اللامحة دي ليه مش إن أنا قابلته لازم هنا تشوف نشاط هذا الرجل دعما للفن بكل أشكاله فكان وقتها الأستاذ سمير متبني مسألة مهرجان اسكندرية للأغنية ومتبني مسألة جمع أسكندريات العالم في مهرجان واحد يقام بمحافظة الأسكندرية المصرية التي كانت أجمل أسكندريات العالم لفترة طويلة جدا واللي بنتمنى دايما أنها ترجع لوضعها وحنا عارفين أنه هذا الرجل الرائع شديد الطيبة شديد اللطف هو سكندري بالأساس وكان يقضي دايما أغلب أيامه في الأسكندرية يعني ويجي بس على أيام التصوير فتقابلنا عندنا وقعد اتكلم معايا على الأغاني وعلى الأغنية المصرية وعلى لي عاوز كل اسكندريات العالم ترجع تعمل مهرجاناتها هنا في أسكندرية جمهورية مصر العربية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وعلى اهتمامه بالغناء اللي هو زيه زي اهتمامه بالسينما بالضبط سيد سمير صبري مش بس مثل زي ما كنت أقول لكم ده مثل وأنتج مش بس غنى لكنه غنى وشارك في أوبريتات وصنع تبلغات غنائية كثيرة في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين كان لا يكاد يخلو فرح من وجود سمير صبري خليكم تفتكروا على سبيل المثال أجيال الجديدة لو حبوا يتفرجوا على مسلسل لان أعيش في جلباب أبي عبدالغفور البرعي للرائع نور الشريف الله يرحمه عن قصة أستاذ أحسان عبدالقدوس افتكر بنت الحاجة عبدالغفور البرعي بتقول له احنا عايزين في الفرح سمير صبري يعني إن أردت أن تقيم فرح يكسر الدنيا ويتحاكى عنه الناس يبقى لازم تجيب سمير صبري كان حالة دائمة من البهجة ولازال حالة دائمة من البهجة بالمناسبة حتى لما تيجي تكلمه تسمع صوت لرجل شديد اللطف ده واحد شديد التواضع ده اتنين يقدر الصغير زي ما بيقدر الكبير الله يدي له الصحة يعني فده سمير صبري الداعم دائما للفن الذي لم يترك فنان واحد يمر بأي أزمة إلا ويكون كتفه بكتفه زي ما بالزبط تتفرج على سمير صبري وهو يقدم برامجه التلفزيونية بمنتهى الحيوية وكان من أوائل الناس اللي يشاركوا للمشاهد لأنه كان يصور برامجه في أماكن عامة فيشارك المشاهد بطرح الأسئلة وبالأجوبة مش مسابقات لا مشاركة المشاهد شريك جوه البرنامج وعشان كده ذا عصيت سمير صبري كمقدم ومزيع متميز للبرامج في كل المنطقة العربية هذا الرجل أظن لو أنا متذكر العدد يتحدث خمس لغات بطلاقة بالغة ويتحدثها كما ينطقها أبنائها يعني إنجليزي وفرنساوي وطالياني ويوناني حاجة ما شاء الله يعني الله أكبر ربنا يديله صحة يشفيه يعافيه يقومه بألف صحة وسلامة